بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي أجمعت الثالثة ثانية علم تجربية وتقنية رياضي ورياضي خاصة العلمي والرياضي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحل هذه المسألة الرائعة في الاحتمالات حيث تحتوي على تجربة عشوائية جد قيمة فلول ولادي ابنتي ما أنصحكم إلا بكتاب الاحتمالات إصدار رابع رفيه تامرين روعة أما الأمر المهم والأهم وليدي ابنتي جيب مع كراس قلم وآلا حاسبة أرواح نحل التمرين من هذا النوع أكيد فيه أفكار جد قيمة حيث قال يحتوي صندوق اي واحد على كريتين حمراء وثلاثة خضراء وسندوق اي اثنين على ثلاثة حمراء وكريتين خضراء قال بحيث كل الكريات متماثلة لا يمكن التمييز بينها باللمس قال نسحب نسحب ثلاث كريات كما يلي ليس من الكيس الأول كما يلي نسحب كرية واحدة من الصندوق الأول ونسجل لونها نحكم نجبد وحدة من الصندوق الأول ونسجل لونها إذا كانت حمراء نعيدها إلى الكيس الأول ثم نسحب كريتين في آن واحد من الصندوق الأول وإذا كانت الكورية هذه المسحوبة خضراء نضعها في الصندوق الثاني ونسحب كريتين في أن واحد من الصندوق الثاني لاحظوا معي مليح قال واحد شكل شجرة الاحتمال التي تنمذج هذه التجربة حيث نرمز بR إلى الحمراء وV إلى الخضراء قال ثانيا أحسب احتمال الحدثين A الكوريات الثلاثة المسحوبة من نفس اللون B الحصول على كورية واحدة حمراء على الأقل ثم قال بين أن P لأي ثنين علما أن A محققة تسوينا ثلاثة على ربعة قال رابعا لي يكون X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب ثلاث كوريات واش يرفق عدد الكوريات الخضراء المتبقية في الكيس الأول ننتبههم ليه قال عين قيم X عين قيم المتغير العشوائي X باقى العين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضيات أولي X ثم أحسب الاحتمال P لسي ثلاثة X تسوينا ثلاثة راه التمرين جدو جدو رائع نتابع جيدا الآن أولادي في الحل إذن ننطلق أولادي نقطة نقطة بصح تبع التجربة قال شعلي اسحب من كورية ثلاثة بصح كيفاش طريقة نح اسحب كورية واحدة من السندوق ونسجل لونه يعني إما راح تخرج لنا خضراء أو حمراء ركزوا معي أمليح إذا كانت حمراء نعود الرجعوها هنا ما شعلي يبقى لنا خمسة وإذا كانت خضراء نحولها هنا شعلي يصبحوا خضر يصبحوا لنا ثلاثة الآن ذلك نجول الشجرة التاعي الشجرة أكيد راح تخرج بفرعين شوفوا الفرع الأول والفرع الثاني إذا كانت قلنا حمراء نحن شعلي عندنا حمراء عندنا اثنين منين من خمسة إلا كانت تركزوا معي نحن شعلي عندنا حمراء عندنا اثنين والكل خمسة إلا كانت حمراء نحطها في الصندوق الأول نعيدها نعيدها إلى الصندوق الأول أما إلا كانت خضراء شعلي عندنا خضراء عندنا ثلاثة من خمسة نضعها في الصندوق الثاني شوفوا معي مليح نضعها في الصندوق الثاني هذا اللي هنا شرط نجبد وحدة من إلى كانت حمراء نسحب من الصندوق الأول وإلى كانت خضراء ندوها نحطها في الصندوق الثاني وثانا نسحب الآن طريقة السحب نتعى الصندوق الأول والثاني قع كريتين في آن واحد صح سمت خرجنا هكذا وهكذا أو هنا هكذا وهكذا هنا يدرك خرجنا من الصندوق الأول جاءتنا حمراء نعود رجعها للصندوق الأول ونسحب زوج في آن واحد إما يقولنا زوج حمراء أو وحدة حمراء ووحدة خضراء أو زوج خضراء صندوق الثاني كيف؟ كيف أولا دي إما يجونا زوج حمراء أو وحدة حمراء وحدة خضراء أو زوج خضراء لكن الآن نشوفه كان عمر صح قبيلي الآن نجينا السحب من الصندوق الأول الصندوق أو هذا هنا احتمال شرطي أر أر علما أنه من الصندوق الأول تنقرأ احتمال زوج حمراء لكن من الصندوق الأول وش يسوينا أولا دي أولا صندوق اللي وش عال عندنا عندنا خمسة شعال نسحبه اثنين في آن واحد هايليك ثم نسحب كريتين في آن واحد احنا شعال عندنا عندنا خمسة نجيبدوهم من اثنين اللولة شعال عندنا حمراء عندنا زوج شعال نجيبدو زوج هذه راح تعطينا واحد على عشرة نركزوا معي أمليح نجيبدوك للخضورة ما زلنا مع الصندوق الأول بي لي في في علما أنه من الصندوق الأول شعال عندنا عندنا س خمسة زوج وعندي هنا ثلاثة نجيبد زوج لما نحسب تخرجنا ثلاثة على عشرة تبقى أن هذه حدثة مكملة هذا زايد هذا زايد هذا تساوينا واحد أكيد راح تعطينا ستة على عفوا ستة على عشرة برافو ولا نديرو ذي ار يساوينا وش واحد ما ثلاثة واحد ما ثنين تعطينا ستة على عشرة هذه اللولة نجيبو الآن إلى الفرع الثاني آه الفرع الثاني نحبكم تركزوا إلا خرجناها خضراء من السندوق الأول ونضروها في السندوق الثاني صبحنا هكذا السندوق الثاني اي اثنين صبحنا فيه ثلاثة روج وثلاثة ذر ألا هي أستاذ إذا كانت خضراء نضعها في السندوق الثاني يسمى هذه الخضراء اللي كانت هنا نجيبوه نحطها هنا شعلت رجع ترجع ثلاثة ندرك نعمره بي ار علما أنه من السندوق الثاني صبحنا أولا سندوق الثاني ما فيش خمسة شو شعلوا لو ستة شعلنا الجبدو فيه سي ثلاثة اثنين راح تعطينا ثلاثة على من على خمسة عشر الآن لو كانوا يكونوا خضورة كيف كيف نفس الشيء ثلاثة على خمسة عشر بصحة هي ثلاثة على خمسة عشر أستاذ هو عنا ثلاثة تبقى لي هذي شعال تكون تكون تسعة على خمسة عشر هالك والشجرة تعمرت بطريقة صحية برافو سما اللي فهم الظاهرة هذه استمرين يخرج صحيح متابع الآن نأتي الآن إلى أحسب احتمال الحدثين إذا قلت الآن نأتي ولادي الآن نظمنا هكا شجرة نخدم بها لأننا تخدمنا كامل التمرين قال احسب احتمال الحدثين أ ركزوا معي وش هو أ الكريات الثلاثة المسحوبة من نفس اللون شوفوا ر ر هم ثلاثة من نفس اللون أو ذ ذ هم من نفس اللون إذن مباشرة نصبح لنا بي لأ وش يساوي لنا يساوي لنا هذا القيمة في هذا القيمة تكون من الصندوق الأول أزوج أحمرة يعني تصبح لنا 2 على 5 في 1 على 10 أو الطريق الثانية ثلاثة على خمسة في ماذا في ثلاثة على 15 ومن تصبح لنا بي لأول دي ما نتعب موله هاي الطريق اللول أر 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 ثلاثة ذي 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 تصبح لنا هذا في ذا أو هذا في ذا بعد ما راح نحسب هذه مباشرة راح نصيب ربع على 25 رحوا الآن إلى الحدث بي الحصول على كرية واحدة حمراء على الأقل آه على الأقل يعني إما واحدة حمراء أو اثنين حمراء أو ثلاثة حمراء أروح ونحوس على حرف ها ثلاثة حمراء هاي شوفوا معايا هاي زوج حمراء هاي وحدة حمراء هاي زوج حمراء هاي وحدة حمراء وهذي مكش كامل آه سمه هنا عندنا طريقتين إما نقول بي لي بي وش يساوي طريقة اللولة اللي هي اثنين على خمسة في واحد على عشرة أو اثنين على خمسة في ستة على عشرة أو في اثنين على خمسة في ثلاثة على عشرة هاي طريقة اللولة أو هذي كيما راهيوا لدي لو كان نخرجه اثنين على خمسة من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا ونجمعه من راح تخرج لنا واحد يعني نقدر نقوله غير اثنين على خمسة هذي طريقة اللولة انا لو كان نخرج هنا اثنين على خمسة من تبقى لي واحد على عشرة زي ستة على عشرة زي ثلاثة عشرة تعطينا عشرة على عشرة واحد مضربة في اثنين على خمسة أو الطريقة الثانية شكونا يا الطريقة الثانية اللي هي زائد شعال ثلاثة على خمسة في ثلاثة على خمسة عشرة هاي الطريقة اللولة او الطريقة الثانية ثلاثة على خمسة في تسعة على خمسة عشرة لما نجو هذي ونحسبونا 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 المقام تخرج لنا ثنين وعشرين على خمسة وعشرين هذي طريقة اللولة طريقة الاولى طريقة اثنين هاي الحديثة العكسية ورّي الحديثة العكسية هاي الحديثة العكسية اللي هي صيفر حمراء صيفر حمراء هي الحديث العكسية تاعة كرية واحدة حمراء على الأقل هذه دايما قاعدة سمت صبحنا P-L-B نسوينا واحد ناقص هذا الطريق اللي هي ثلاثة على خمسة فيه ثلاثة على خمسة عشر صبحنا واحد ناقص نقلع مننا ثلاثة عفوا ثلاثة ترجعنا واحد وهنا خمسة ترجعنا ناقص ثلاثة على خمسة وعشرين بعد توحيد المقام تعطينا ثنين وعشرين على خمسة وعشرين وهذه الطريقة الثانية أعودها وحدكم هذه الطريقة صح يعني الأصل هو اللي جاب الشجرة صحيحة خلاص التمريد بعدها ينحل وحده نجو الآن والذي إلى بيّن أن ثالثا التبيان أن P-L-E-2 علما أن A محققة هذه تسوينا الثلاثة على الأربع هذا الاحتيمال شرطي P-L-E-2 علما أن A محققة تسوينا P-L-E-2 تقاطع A على P-L-E-A وتصبح تسوينا السحب من الصندوق الثاني علما أنهما من نفس اللون هذا هو فقط خضراء 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 من الصندوق الثاني ونفس اللون وكان نجول هذه تقول يا شيخ منا عند هذه نحن نرى مزوج حمر وحده خضراء لا لا ما تجيش عليهم نفس اللون نفس اللون معناه كلش خضراء سبحنا تسوينا ثلاثة على خمسة في ثلاثة على خمسة طاعش الكل على P-L-E-A اللي هي ربعة على خمسة وعشرين نختاصروا منها ثلاثة ترجع لنا هكذا ترجع لنا شعال ثلاثة على خمسة وعشرين على ربعة على خمسة وعشرين قاعدة المقلوب راح تسبحنا ثلاثة على ربعة وهو الجو ألف تحيل كل واحد صابع صاحب بعدما أنهينا الآن من هذا راح نولادي نروحوا الآن إلى المتغيل العشوائي لكننا نحبكم تركزوا معي في المتغيل العشوائي ليكون X المتغيل العشوائي الذي يرفقه بكل عملية سحب ثلاثة كوريات عملية سحب التحم يتبع الكوريات الخضراء المتبقية في الكيس الأول هذه اللي نحبكم تركزوا فيها أروحي جولاتي وكان تخرجنا في اللول قلنا حمراء هذه خرجة حمراء قلنا نحطها هنا ثم تسبح الناس من السندوق الأول وحمراء حمراء طريق هذه مش عالي يكون كائن الخضراء المتبقية في الكيس الأول الكيس الثاني قال معنا لك مش حق تهادروا معاه يغي مع الكيس اللول قلنا تخرجنا وحدة حمراء إحنا وش قلنا وحدة حمراء نحطها في الكيس خرجت حمراء نحطها هنا شعال يكون نخضر كيس الأول X يساوي ثلاثة لو كان مازلنا في الكيس الأول يخرجنا حمراء خضراء حمراء وخضراء شعال تبقى أنا كذلك بقوا معايا ركزوا معايا مليحة هنا لو كان نجبدو هذه حمراء وهذه حمراء لو كان تخرج وتابع جيدا ولادي إذن هذه لو كان يخرجونا زوجة حمورة تبقى هنا ثلاثة خضورة أنا كنت تخرجنا ما زلنا في السندق الأول تخرجنا وحدة حمراء وحدة خضراء شعال تبقى لنا خضر يبقى لنا زوج لو كان ما زلنا في السندق الأول لو تخرجونا زوج خضورة تخيلوا أنتم مشعر عندكم ثلاثة وخرجوا زوج يبقى لنا إكس ويساوي لنا واحد هذه التعمل بتاع الصندوق الأول ركالو كان نجو للصندوق الثاني ونشوفوا شعال يبقى لنا دائما هنا ركالو نجبدوها قلنا خضراء ندوها نحطوها له شعال ترجع لنا هنا ترجع لنا ثلاثة خضراء هنش عال يبقى لكم بان السحب من هذا لازم تجينا الخضراء اللي نحطوها هنا شعال يبقى لنا يبقى لنا ثنين يعني إي ثنين منين أر أر يبقى لنا إيكش عال يساوي ساوينا ثنين ليه يا أستاذ جبدنا خضراء حطيناها هنا قل لي هنا شعال يبقى لك بقى لك زوج صحة لو كان نجو ما زلنا في الصندوق الثاني صندوق الثاني ونتا نسحبوا منه لما نجبدو الخضراء نحطوها فيه سما شعال تبقى في اللول إي ثنين تقاطع أر في إيكس يساوينا ثنين إي ثنين تقاطع في ذي إيكس يساوينا ثنين أستاذ هذه ما فهمتها على الصندوق الثاني أول منه ثاني سحبوا منه سحبوا منه لما نسحبوا من الصندوق الأول خضراء هنا جبدنا ذيك الخضراء حطيناها هنا شعال بقى لك في الصندوق اللول خضر بقى لنا زوج مهما نسحبوا هنا صندوق الأول دائما يبقى لنا زوج لأننا نتحدثو غيم مع الصندوق الأول هذه اللي لازلت فهمها صندوق الثاني أي سحب نسحبوه شعال يبقى في الصندوق الأول يبقى وزوج لأننا كان لنا عنا ثلاثة وحدة دينا حقنا هنا شعال يبقى وزوج أن تمنين رأيت حق تغير مع الصندوق الأول آه خلاص سماقيا إيكس هي أنه إيكس يكون ينتامي الواحد واثنين وثلاثة فقط الصندوق الأول كان جبدو زوج حمورة شعال يبقى يبقى وإنها ثلاثة خضورة كان جبدو وحدة حمرة ووحدة خضرة هام عنا ثلاثة خضورة جبدو وحدة خضرة شعال يبقى وزوج جبدو زوج خضر شعال يبقى وحد أما الصندوق الثاني يبقى دائما لما نجبدو وحدة نحطه هاما يبقى ونا زوج في الأول مهما صرحنا يبقى ونا غيثنين هاي لكم الآن قانون الاحتمال نبدو بي لإكس السهلة هي ثلاثة أنه عندنا وحدة برك الحالة الثالثة وين هي الطريق اللي يكون عندنا فيها ثلاثة خضورة اللي هي ذا الطريق ها روج 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 وحنا معنا هنا ثلاثة صمت صباح لنا شعال 2 على 5 في 1 على 10 نختصر ومنا ترجع لنا 1 على 25 نجو الآن إلى بي لإكس يساوي لنا شعال يساوي لنا 1 1 شعال كين طريق ليا هذه مع هذه هذه مع هذه ها سندوق الول وزوج خضورة صباح لنا 2 على 5 في 3 على 10 تعطينا هذه 6 على 50 اللي هي 3 على 25 هذو نتائج اللي نحتاجه صحة تبقى لكذلك بي لإكس لما إكس سيونا 2 كينة 1 زوج 3 4 وينهي الطريق نسمى هذا الطريق 1 زوج 3 4 المهم كينجو نحسبوهم كامل تصبحنا بي لإكس يساوي لنا 2 هي 1 ناقص بي لإكس يساوي لنا 1 ناقص بي لإكس يساوي لنا 3 أنا دائما نزمو عن احتمال شعال يساوي لنا 1 ومنه بي لإكس يساوي لنا 2 أسمع احتمال الحادثة هذه زايد هذه زايد تساوي لنا 1 ومنه التاع هذه شي يساوي 1 ناقص لما نجونا حسبوها تعطينا 21 على 25 بعدها لخصوا كل شوال دي في جدوى البسيط خلاص ماذا كنتمارين مبقاش في حاجة وعرة آهوليكم هكذا ولعجبكم التاعمارين خلوه لي في التعليق بلنزيدكم التاعمارين من هذا النوع هنا إكس وهنا بي لإكس لما إكس يساوي لنا إكس إي هنا 1 2 3 قلنا الواحد اللي هو 3 على 25 هنا 1 على 25 وهنا 21 على 25 قانون احتمال حساب لإكس الأمل الرياضياتي ألي إكس كي قلنا وش يساوي ساوينا ذا في ذا زي ذا في ذا زي ذا في ذا لما نحسبوه راح ننصيبه 48 على 25 بالتقريب راح يساوينا 1.92 بالتقريب نجو الآن إلى حساب احتمال P ل C 3 X يساوينا 3 هذه أنا حكينا لها بزاف هنا الأمر بسيط دائما السؤال هذا الجواب يكون هنا في الجدول وش هو العدد لولا قبل C 3 X باش يساوينا 3 كان نبدأ نشوف هنا غيب العقل بركة أي عوض لك كان تقول لنا C 3 3 3 تعطينا 1 سما X يدي 3 سما صح لك كان C 3 2 3 2 3 3 3 أعطينا 3 سما هنا X يساوي يساوي 2 وكان تدو C 3 1 سوف تشوف هم ليه 3 1 أعطينا 3 سما X يساوي 1 إخلاص سما هذه ركا P C 3 X تساوي 3 هي نفسها P X لما يساوي شعال 1 أو P X لما X يساوي 2 يعني وش هو العدد اللي كنحطوه هنا كنحسبوه تعطينا 3 هو 2 وش كون وال 1 2 1 هام لإحتمال التحهم هذا وهذا صباح لنا تساوي على 25 زائد 21 على من على 25 وتساوي 24 على 25 هذا هو احتمال الحدث هذا C 3 X تساوي 3 يعني سؤال بسيط عاوليكم هنا وش هو العدد اللي تحطوه بحيث القيم هذا X لازم يكون هو من هذا وهم لقيم احنا الواحد والثنين معناها Px لما يساوي الواحد أو زائد Px لما يساوي الاثنين لجمع الاحتمال التاع هذه وهذه وانصيب الجواب بتاعنا بأبسط الطرق أولادي الف تحية اللي جاب لنا الشجرة صحيحة الف تحية اللي يكمل الفيديو وخلنا تعليق باش نزيد نحط للتهمال من هذا النوع فالآخر لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم عامي الطاهرة مع تحية السلام عليكم